مقدمة ليس هناك شك في أن الأطفال يمكن أن يكونوا راحة العين ومصدر السعادة لكن هذا يحدث فقط عندما يتم تربية الأطفال بشكل صحيح من قبل والديهم عندما يقوم الوالدان بتربية أبنائهما تربية صحيحة سيمتد خيرهم إلى الوالدين والمجتمع والإنسانية جمعا ومع ذلك إذا لم يتم الوفاء بهذا الواجب المهم بشكل صحيح فإن أطفال الشخص سوف يتبنون شخصية سيئة وبالتالي يصبحون لعنة على والديهم وبقية المجتمع وقد تناول القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الواجب المهم على سبيل المثال سورة التحريم الآية 6 يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وبالإضافة إلى ذلك فقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 2928 أن كل إنسان كالراعي وهو مسؤول عن رعيته فالوالدان رعيان على أولادهما وسيسألان يوم القيامة عن هذه الفريضة المهمة ولذلك فإن هذا الكتاب القصير سيناقش بعض جوانب تربية الطفل الصالح حتى ينجح في الدنيا والآفرة بيئة جيدة جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأطقياء هو التأكد من أنهم يقضون أيامهم في بيئة جيدة البيئة التي يقضي فيها المرء وقته لها تأثير كبير على سلوكه وشخصيته كما أن المكتبة هي أفضل مكان للدراسة للانتحانات الدنيوية فإن بعض الأماكن أفضل لتنمية شخصية الطفل مثل المسجد أو المركز التعليمي الخاضع للإشراف لا ينبغي للوالدين أن يغفلوا أبدا عن مكان تواجد أطفالهم لأن هذه هي الخطوة الأولى نحو الخطايا والجريمة تقديم المشورة على انفراد جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأطقياء هو عدم توبيفهم علنا ومن الأفضل القيام بذلك على انفراد لأن الطفل قد يشعر بالحرج عندما يتم ذلك أمام الآخرين بما في ذلك إخوته إن الحرج والغضب الصفتان يمكن أن تمنع الإنسان وخاصة الطفل من قبول النصيحة الجيدة يحدث كلاهما غالبا عندما يتم توبيخ الشخص علنا تجنب الكسل يجب على الآباء ألا يشجع أطفالهم على الكسل يحدث هذا بشكل خاص بين الأسر الأسيوية حيث يقوم الوالدان وتحديدا الأم بأداء جميع الأعمال المنزلية لأطفالها على الرغم من أنهم قادرون جسديا على القيام بها بأنفسهم مثل إصلاح سريرهم في الصباح وهذا لا يؤدي إلا إلى تطوير الكسل ويمنعهم من اتباع أسلوب حياة منطبط وهذا مرة أخرى سوف يسبب لهم مشاكل كبيرة في السنوات المقبلة مثل الزواج تحدث العديد من حالات الطلاق ببساطة لأن الزوج أو الزوجة يرفضان القيام بالأعمال المنزلية البسيطة وبدلا من ذلك يتوقعان من زوجهما أن يقوم بذلك تماما كما فعل والديهما لهم أثناء طفولتهم الإنفاق المتوازن من المهم تعليم الأطفال التوازن بين البخل والتبثير وينبغي للوالد أن ينفق على الأشياء عند الحاجة إلى الإنفاق مع تجنب الإسراف والتبثير في هذا العصر يدرك الأطفال جيدا الملابس التي يرتدونها والأشياء التي يمتلكونها وفي كثير من الحالات يمكن أن يؤثر هذا السلوك على ثقتهم عند التفاعل مع الآخرين من أجل توفير الثقة لطفله يجب على الوالدين الإنفاق على هذه الأشياء دون الإسراف لأن توفير الثقة للطفل هو هدية لا تقدر بثمن يمكن أن يقدمها له الوالدان من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أنه يجب إفساد الطفل بأن ذلك قد يؤدي إلى سمات سلبية أخرى مثل الكبرية لا ينبغي تلبية جميع طلبات الأطفال بل يجب تلبية الطلبات المعقولة التي تكون ضمن الحدود بشكل خاص في المناسبات الخاصة أو لتشجيعهم على العمل بجدية أكبر إن إظهار هذا التوازن عمليا لأطفالك هو وسيلة منتازة لهم لتبني هذا النهج المتوازن عندما يكبرون أن تكون حازما على القواعد الجيدة أحد جوانب تربية الأبناء الأدقياء هو أن يظل الآباء ثابتين على القواعد الراسخة والقرارات الصحيحة التي اتخذوها إن الضغط الذي يستسلم به الوالدين دائما لأطفالهم لا يؤدي إلا إلى إفسادهم ويمنعهم من أخذ ما يقوله آباؤهم وقراراتهم على محمل الجلد وهذا لا يعني أنه لا ينبغي عليهم تغيير اتجاههم عندما يخطئون ولكن يعني أنه عندما يتم اتخاذ القرار الصحيح يجب عليهم الثبات عليه تشيدينج باستمرار جانب آخر من جوانب تربية الأبناء الصالحين هو أن لا ينتقد الوالد طفله في كل أمر وخاصة التافه منه ومن الأفضل انتقادهم أولا في أمور أكثر أهمية مثل الكذب إذا رغب أحد الوالدين في الانتقاد بشأن أمور صغيرة فيجب أن يفعل ذلك بلطف لأن الأمور الصغيرة لا تحتاج إلى التعامل معها بقصوة الانضباط باعتدال في بعض الحالات يلزم معاقبة الأطفال من أجل تنمية الشخصية الجيدة لكن يجب أن تكون هذه العقوبة دائما خفيفة ولفظية وليست عنيفة فهذا سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفقا لحديث موجود في سنن ابن ماجة رقم 1984 وينبغي أن تكون العقوبة الخفيفة أكثر تركيزا في أشياء مثل سحب امتيازاتهم مؤقت على سبيل المثال سحب وحدة التحكم في الألعاب الخاصة بهم يمكن أن تؤدي العقوبة القاسية إلى سوء الشخصية وقد تلهمهم أيضا بإيذاء الآخرين عندما يغضبون إعطاء الوقت للأطفال ومن المهم أن ينح الأهل الوقت لأبنائهم من خلال الجلوس معهم وسؤالهم عن يومهم وأنشطتهم ومن يقضون الوقت معهم بشكل يومي لسوء الحظ ينشغل بعض الآباء بكسب الثروة ويتصرفون كما لو أن القيام بذلك من أجل أطفالهم هو مسؤوليتهم الوحيدة وبالتالي يهملون واجبات أكثر أهمية مثل إيجاد الوقت للجلوس والتحدث معهم بشكل يومي وهذا يتيح للطفل أن يشعر بالارتياح عند مناقشة القضايا مع والديه ولكن إذا كان الآباء مشغولين دائما فقد يجد أطفالهم أن مناقشة بعض القضايا غير مريحة للغاية مما يجعلهم يناقشون هذه الأمور مع أشخاص آخرين وبعض هؤلاء الأشخاص سوف يضللون الأطفال بنصائح سيئة الرفقة الصالحة جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأطقياء هو التأكد من أن لديهم أصدقاء جيدين كما أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود برقم 4833 أن المرأة على دين صديقه بمعنى أن الشخص سوف يتبنى الصفات أصدقائه وحديث مماثل في سنن أبي داود برقم 4829 يحذر من أن صديق السوء يؤثر على الإنسان كما يؤثر الحداد على من حوله بالنار أو الدخان وكذلك الشخص الطيب سيؤثر إيجاباً على صديقه تماماً كما يفعل بائع العطور الذي تؤثر رائحته الطيبة على الآخرين ولا يمكن للوالدين أن يتجاهلوا هذا الواجب لأنه السبب الرئيسي لضلال الأبناء غالبية الشباب المتورطين في الجريمة يعودون إلى هذا السبب يجب على الآباء سؤال أطفالهم عن الشركة التي يحتفظون بها والالتقاء بهم للتأكد من أنهم مناسبون للرفقة صحة جيدة جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأطقياء هو أن يتأكد الآباء من أن أطفالهم يطورون أجساداً وعقولاً وأرواحاً سليمة النظافة هي جزء من تطوير الجسم السليم وقد أعلن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا من الإيمان في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 534 ويجب تشجيع الأطفال على الحفاظ على نظافة أجسادهم وملابسهم وغرف نومهم وهذه طريقة جيدة لإعدادهم للعبادة الجسدية التي تتطلب الطهارة الجسدية مثل الصلاة بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على بناء شخصيتهم مثل أن يصبحوا مستقلين باستخدام قوتهم البدنية بدلاً من الاعتماد على الآخرين للقيام بالأشياء نيابة عنهم في الواقع، الأطفال الذين لم يتعلموا هذه الأخلاق الأساسية يصبحون عبءاً على أزواجهم المستقبليين يتجادل العديد من المتزوجين حول أشياء صغيرة مثل عدم تنظيف غرفة نومهم جانب مهم للغاية من جوانب تطوير الجسم السليم هو تناول الطعام الحلال وينبغي تشجيعهم على تناول نظام غذائي متوازن وبالتالي تجنب الهدر والإسراف وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمفتاح الأكل الطيب في حديث في سنن ابن ماجه برقم 3349 وينبغي أن يقسم معدته إلى ثلاثة أجزاء جزء للطعام وجزء للماء وجزء يجب ترك الجزء الأخير فارغاً يمكن تحقيق ذلك عندما يتوقف الشخص عن تناول الطعام قبل أن يشعر بالشبع عندما يكون لا يزال جائعاً قليلاً سورة الأعراف الآية 31 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على ممارسة الرياضة البدنية دون السماح لها بالتنازل عن أنشطتهم التعليمية الدينية والدنيوية فهذا يساعدهم على بناء أجسام قوية وصحية تعينهم على أداء واجباتهم الدينية كالصيام بالإضافة إلى ذلك فهي وسيلة منتازة لقضاء وقت منتع للأطفال في حدود الإسلام فالطفل الذي يثقل كاهله بدراسة العلوم الدينية أو الدنيوية دون المشاركة في الأنشطة الترفيهية يكون أكثر عرضة للاكتعاد عن هذه المعرفة عن دماء كابر ويكبر أقل تأثراً بوالديهم وأقاربهم من المهم أن نبين للأطفال أن الإسلام دين بسيط وقد نصح به حديث موجود في الأدب المفرد للآئمة البخاري رقم 287 دين بسيط يسمح للشخص بالاستمتاع بملذات الدنيا المشروعة في الاعتدال ويرشدهم إلى الجنة في العالم الآخر استقلال جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأطقياء هو عدم المبالغة في حماية الطفل على الرغم من أن هذا خطأ نادر يرتكبه الآباء في الوقت الحاضر إلا أن إبقاء الأطفال تحت القفل والمفتاح من أجل سلامتهم يمكن أن يمنعهم من تبني الخصائص التي تشجعهم على الاستقلال إن النهج المتوازن هو الأفضل عندما تتم مراقبة الطفل بأمان دون إعاقة نمو شخصيته إهانة الأطفال من المهم عدم التقليل من شأن الأطفال عندما يرتكبون الأخطاء لأن ذلك لم يؤدي إلا إلى تبنيهم لخصائص مماثلة وفي بعض الحالات سيضر بثقتهم بأنفسهم الثقة هي السمة الأساسية المطلوبة للنجاح يعد قضاء وقت منتع مع الأطفال أمرا مهما من وقت لآخر ولكن لا ينبغي على الوالدين أن يسخروا من الأطفال كثيرا الاستثناء الوحيد هو عندما يعلم المرء أن الطفل لن يأخذ الأمر على محمل الجد العطف ومن جوانب تربية الأطفال بالطريقة الصحيحة تشجيعهم باستمرار على السلوك الجيد بأسلوب محبب في معظم الحالات لن يؤدي العدوان إلا إلى دفع الطفل بعيدا عما يرغب فيه الوالد كما جاء في الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 6601 أن الله تعالى يفضل الرفق في الأمر كله وبالتالي فإن الأسرة ستكون أكثر مباركة عندما يعاملون بعضهم البعض بلطف في حالات نادرة فقط يجب استخدام العدوان ولكن حتى في هذه الحالة يجب السيطرة عليه واستخدامه فقط بنبرة الوالدين وليس أفعالهم الجسدية وهذا مشابه لمعاقبة طفل ضمن الحدود عندما لا يساعد إظهار اللطف مثل تأريض الطفل ولكن في أغلب الأحوال يفضل اللطف ويجب إظهاره بالقول والأفعال مثل مقافأة الأطفال الذين أحسنوا التصرف بالهدايا إن تقديم الهدايا بدون سبب يمكن أن يفسد الأطفال لكن مقافأتهم على الأداء الجيد في المدرسة على سبيل المثال يعد جانبا مهما في تربية الأطفال الأطقياء القيادة بالقدوة الجانب التالي من تربية الأبناء الأطقياء هو أن يكون أحد الوالدين قدوة حسنة يرغب جميع الآباء في أن يكون أطفالهم تقين لكن هذا من غير المرجح أن يحدث إذا كان لديهم أخلاق سيئة كثيرا ما يشتك العديد من الآباء عندما يكون أطفالهم من عدم آداء الصلوات المفروضة وفي كثير من الحالات لا يقيم الوالدان صلواتهما بأنفسهما إذا كان الأهل لا يضبطون لسنتهم فكيف يتوقعون من أطفالهم أن يفعلوا ذلك يقلد الأطفال والديهم إذا كان آباؤهم لا يولون سوى القليل من الاحترام لتبني التقوى ففي معظم الحالات كذلك يفعل أطفالهم لذلك من المهم للوالدين أن يمارسوا ما يعظون به لا أحد يطالب بالكمال ولكن يجب عليه أن يسعى جاهدا لأداء واجباته بأي ثمن وأن يعمل بأكبر قدر ممكن من أحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الموقف الصحيح سوف يشجع أطفالهم على أن يفعلوا الشيء نفسه تعلم الالتزامات والتقاليد الراسخة يجب على الآباء تعليم أطفالهم الواجبات التي يجب على جميع المسلمين القيام بها والعمل وفقا لأكبر عدد ممكن من أحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يجب على الآباء أن يجتهدوا في اكتساب المعرفة الإسلامية الصحيحة حتى يتمكنوا من تعليم أبنائهم بشكل صحيح ويجب عليهم أن ينظموا لمن يعلمهم إذا كانوا هم أنفسهم ما زالوا يتعلمون واجبات الإسلام لا يمكن للآباء أن يعيشوا في جهل ويأمرون أطفالهم ببساطة باكتساب المعرفة ليس سررا أن الطفل يقلد والدي إذا كان أحد الوالدين يفضل الجهل على اكتساب المعرفة فهناك فرصة جيدة لذلك بالنسبة لطفله إن اكتساب العلم للعمل به وتعليمه للأبناء جانب مهم من جوانب التربية الصحيحة وهذا أحد أسباب وجوب طلب العلم النافع على جميع المسلمين لحديث موجود في سنة إدن ماجه برقم 224 وببساطة كيف يمكن للوالد أن يرشد ولده إذا كان جاهلا؟ هذا مثل المسافر الضائع الذي يرشد المسافرين الضائعين الآخرين أظهر الاحترام من المهم أن يعامل الآباء بعضهم البعض باحترام خاصة أمام أطفالهم عندما لا يحترم شخص ما زوجته أمام أطفاله فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى فقدان احترام الأطفال لكل الوالدين في الواقع قد يتبنى الطفل هذا الموقف ولا يحترم الآخرين بنفس الطريقة التي لا يحترم بها والديهم بعضهم البعض بالإضافة إلى ذلك يجب على الآباء عدم انتقاد أقاربهم الآخرين أمام أطفالهم لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان احترام أطفالهم لأقاربهم ومن الصعب للغاية الحفاظ على روابط وحقوق الأقارب عندما لا يحترمهم أحد لسوء الحظ هذا جانب من جوانب تربية الأطفال الأطقياء غالبا ما يتجاهله الآباء وخاصة الآباء الأسيويين بدأت باكرا ومن القاتل أن يتجاهل المرء تربية الأبناء بطريقة جيدة منذ الصغر بينما يعتقد أنهم سيتبنون أخلاقا جيدة عندما يكبرين يصعب على الأطفال الأكبر سنا تغيير شخصيتهم مقارنة بالأطفال الأصغر سنا لذلك يجب على الآباء التأكد من تعليمهم وتوجيههم منذ الصغر ولهذا نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين في حديث موجود في سنن أبي داود برقم أربعمائة وخمس وتسعون أن يحثوا أولادهم على أداء الصلاة قبل أن يبلغوا وتجب عليهم يمكن ويجب تطبيق هذا الحديث على جميع جوانب حياة الطفل يبمن هذا الإعداد المبكر للأطفال أن يتبنوا شخصية جيدة قبل أن يعتدوا على سلوكهم ليس سرا أن تغيير شخصية المرء للأفضل بعد أن يصبح ثابتا على طرقه يعد تحديا صعبا للغاية التحذير من الذنوب ومن جوانب تربية الأبناء الصالحين تعليمهم منذ الصغر لانتناع عن الثنوب والأخلاق السيئة كالكذب لا ينبذي للوالد أن يتجاهل هذا الجانب بمجرد الادعاء بأن طفله لن يكون مسؤولا عن أفعاله لن يؤدي هذا الموقف إلا إلى تشجيع الأطفال على أن يصبحوا أكثر جرأة في تبني الخصائص السلبية التي سيصبح من الصعب جدا التخلي عنها بمجرد أن يصبحوا ناضجين ومسؤولين عن أفعالهم وينبذي تذكيرهم بنظرة الله تعالى الشاملة حتى يمتنع منذ الصغر عن معاصي السر والعلم وهذا سيشجعهم أيضا على أداء الأعمال الصالحة السرية والعمة